أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن أحداث السابع من أكتوبر كانت حدثا استثنائيا وخلال أول ظهور له بعد الدعاء إسرائيل اغتياله أوضحى نعيم قاسم أن هدف الاحتلال بعد السابع من أكتوبر هو إبادة الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الدعم الأمريكي المقدم لإسرائيل هو الذي يساعدها في جبهة لبنان